أخيرا رسالتي للشعب التونسي الأبي حقك ماناش مسلمين فيه كلفنا ذلك ما كلفنا الشعبوية لن تدوم بإمكانكم تغيير المصار الانتخابي ولكن ليس بإمكانكم تغيير الواقع وغدوة وقت اللي يستيقظ برشة توانسة جواعة وما يرقاوش باش يسدوا احتياجاتهم الأساسية وقت اللي تستيقظ برشة أمهات ويفقدوا أولادهم اللي هاجوا من البلاد وقت اللي يستيقظوا توانسة باش يشدوا صف على مواد أساسية مش متوفرة وقت اللي يستيقظوا مدن أخرى ترقى رواحة حولت إلى عام روش بنيانة جديدة وقت اللي ما يرقاش المرضى الدواء اللي يستحقوه وقت اللي يستيقظ توانسة ويرقاو روحهم بطالة لأن المؤسسات اللي يخدموا فيها قيدة فلسا وقت اللي يستيقظ توانسة وما يرقاوش الضو الماء وقت اللي يستيقظوا ويرقاو الديون زادت ثقلت عليهم وهذا ما نتمنوش لبلادنا ولكن مع الأسف هذه حقيقة الشعبوية ومنظومة العز والفشل البارح واليوم وقدوة وقت اللي توانسة يستيقظوا ويشوفوا اللي شي ما تغير بل بالعكس الأمور زادت ثقلت ويفهموا أنه ما يمكنش يعيشوا خمسة سنوات جديدة في كابوس كما هذا وقتها تزيد تتأكد حاجتهم لمشروع إنقاذ وإصلاح وانتخابات حرة ونازيهة وديمقراطية رب يحفظ بلادنا ترجمة نانسي قنقر